حكاية أخرى ووفقا لمصادر مغربية مقربة من الزهير الأيصر لمنتخب المغرب يحيى عطية الله لعب فريق سوتشي الروسي الحالي اقترب بنسبة 70% تاني بنسبة 70% من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية في حال عدم التجديد لعلي معلول عطية الله مش متأقلم في الدوري الروسي وعنده رغبة في الرحيل عن الفريق الأهلي فاتح مع خط اتصال وفي نفس الوقت فاتح خط اتصال آخر مع علي معلول قدر النادي الأهلي يعني يوقع مع يحيى عطية الله هيبقى يحيى عطية الله زي الأيصر للنادي الأهلي ما قدرش يبقى علي معلول هو اللي موجود زي الأيصر للنادي الأهلي الاثنين كويمة كبيرة جدا ممكن نقول يحيى عطية الله بفرق العمر ممكن يبقى مفيد للنادي الأهلي لسنوات علي معلول هو اللاعب الأمرض زي ما كنت لسه بتكلم من شوية هو اللاعب المهم جدا في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام ومازال قادر على البقاء مع النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي يضع كل الحلول لأهلي في مرحلة مفاوضات متقدمة جدا بالمناسبة مع علي معلول للتجديد موسم مع النادي الأهلي ادري جدد أهلا وسهلا مدرش جدد هيبقى فيه يحيى عطية الله اللاعب الأساسي في المنتخب المغربي ومع نادي الوداد سابقا والآن في الدوري الروسي لعب مهم جدا وزهير أيسر رائع جدا اشتركوا في القناة